الحمد لله بدأ موسمة تشمع أو نبات الرعد أخوان الأكراد يسموه ودعا أخوان السعودين والكوتين يسموه فقع فاختلفة الأسماء والطلب واعد اللي هو تشمع ليش علي طلب؟ لأن هو يصير موسمة فترة قصيرة وبكميات بسيطة محدودة ليه يسموه نبات الرعد؟ الناس تظن بسبب الرعد إيه هو بسبب الرعد بس مو حرفين بسبب الرعد الرعد هو من علاماته ليش؟ من يصير أكو غيوم مملوئة بالماء الأمطار يعني من تتحد أو يصير بيناتها احتكاق تصادم يصير الرعد فبهذا الوقت يصير أمطار غزيرة النبات الرعد أو التشمع ينمو بعمر من 5 إلى 15 سنتيمتر تحت الأرض فبهذا السبب مو أكو أمطار غزيرة فينمو فالناس سمتها نبات الرعد ما يجبونه؟ يجبونه عن طريق تصدعات في الأرض أو تكسرات يجبونه ما تكسر في التربة ويستخدمون كلاب مدربة تشتمل ريحة تشمع وتدلي المنقب على تشمع حتى يأخذه ويستخدمون بعض الذباب تكرمونه يفتر فهي تشمع طبعا يكون منعدة هواي أنواع غالية ما يكون منعدة أنواع ما صالحة للأكل هو مديه أربعين نوع تسعة منعدهن تسعة منعدهن صالح لأكل وأغلاهن الأبيض الأوروبي يوصل سعره ثلاث آلاف دولار للكيل الواحد متخينين السعر الغالي والطلب والعالية وهو شنميسته؟ يستخدموه بالأكلات الرئيسية وحتى كسلطة وأيضا غني بالبروتين والمعادن مثل كالسيوم فسفور ووتوسيوم وغيره فكل هذا يقول لكم يا على تشمع الآن اشتريت تشمع بس تنزل تشمع ويجيب تشمع دلوني بقربة على تشمع